تم تشييد كبري حبوبة ولوري كجزء من شبكة الطرق الداخلية بمدينة جوبا بواسطة شركة الموارد الإفريقية ولدى كبري لوري العديد من القصص المأساوية لسيارات جرفتها المياه خلال مواسم الخريف مما أدى إلى مقتل العديد من الناس الأبرياء والآن بافتتاح الجسر الذي يربط ولات الاستوائيات الوسطى وغرب الاستوائية كل تلك القصص المأساوية ستصبح من الماضي وقال وزير الطرق وجسور القوم سيمون مجوك مجاك إن الوزارة بسطت وضع سياسة الخطة من أجل حدافة شبكة الطرق في جنوب السودان To support this light investment, the ministry of roads and bridges is developing a cohesive policy and planning framework to transform road transport into a modern and sustainable effective one Helping this business to grow, empowering and creation of new industry and supporting the creation of quality jobs وفيما يتعلق بسلامة الطرق في كافة أرجاج نوب السودان قال الوزير سيمون مجوك مجاك إن الوزارة ستقوم بوضع عالية لتحكم في حمولة المركبات The ministry planned to put in place for effective control of way bridges There is a lot of people who are saying when they are passing, you can feel it and every road is passing, you can feel it This one is going to be controlled تم استخدام تكنولوجيا إيطالية متقدمة في تشهيد كبري حبوب وولوري مما يجعل حزين جسرين من بين الجسور ذات المواصفات العالية في الغليم وعمر افتراضي أطول من كبري لوري تابان جمع SSBC موسيقى